الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين من أعظم ما يكون في الإسلام صفاء القلوب نقاء القلوب فهي محل نظر الرب إلى العب ومن أهم علامات الصفاء العفو ولعظم أمر العفو عند الله لما أمرنا الله به اختلف عن جميع الأوامر في القرآن الكريم وفي السنة افعل كذا لا تفعل كذا لكن إن تعلق الأمر بمفتاح من أعظم المفاتيح لأبواب الرحمة يجيء الأمر بالمسارعة أسرع أقبل هلم دون تفكير قال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين من هم المتقون يا رب؟ قال الذين ينفقون في الصراء والدراء والكاظمين الغيظة والعافينة عن الناس والله يحب المعزمين أمر علمه جيدا سيدنا علي بن الحسين ولذلك لما أخطأت جاريته وأسقطت الماء الساخن على ولده الصغير فآذته إذاءا شديدا وبكى الطفل فتحرك القلب وازداد الغضب فهنا تداركت الجارية الأمر قالت والكاظمين الغيظ قال قدمت غيظي لكن ربما يعاقبها بهذا الفعل في فعل آخر أو في شأن آخر قالت والعافينة عن الناس قال عفوت عنك قالت والله يحب المحسنين قال أنت حرة لوجه الله خلق الأقوياء بعض الناس يظن أن القوة الحقيقية في الأجسام وفي البنيان لا أعظم قوة حينما يتحكم الإنسان في نفسه أن يقودها ولا ينساق إليها من أعظم النعم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة ما تعدون الصرعة فيكم القوة فيكم قالوا الذي لا يصرعه الرجال فقال صلى الله عليه وسلم لا إنه الذي يملك نفسه عند الغضب كثير من الناس انقلبت عندهم الموازين وظنوا أن العفو ضعف وذلة وما هانة وما علموا أنه طريق العزة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث وفي إحدى رواياته يقسم يقول ثلاثة أقسم عليهم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة إن عفوت فقد دخلت في كنف العزيز فمن الذي يضاعك في المذلة أو المهانة اعلم أنك في العزة بالعفو وما توضع أحد لله إلا رفعه الله العفو من عظمه أمر الله به النبي فقال له خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فتذور الأيام دورتها ويتمكن من أعدائه ومن آذوه وآذوا أصحابه فيقول لهم ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم اطلقا ومن عظيم شأن المؤمنين أراد الله لهم أن يسيروا في طريق خير الأنبياء والمرسلين فقال لنا في القرآن الكريم وليعفو وليصفحو العفو هو مفتاح رحمة الرب ومغلاق لأبواب العذاب قال صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه العفو العفو مفتاح العزة والمكافأة في أصعب المواقف في يوم القيامة حيث يؤمن أمام الناس ويكافأ أمام الناس في هذا الموقف العصيب قال صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة لماذا؟ حتى يخيره من الحور العين ما شاء اللهم اجعلنا من أهل العفو يا كريم ومن أهل رحمتك في الدنيا والآخرة يا رحمن يا رحيم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين موسيقى